مونة كيوان محميد من مدينة أم الفحم عمري 23 سنة معلمة مدنيات وحاصل على اللقب الأول والثاني في العلوم السياسية تعود أصولي لقرية اللاجون المهجرة هذه القرية التي لا تبعد جغرافيا عن مدينة أم الفحم والتي هجرة بالقوة معظم سكانها على أياد القوات الصهيونية ومن ثم إلى مدينة أم الفحم من هذا المنبر نحن نؤكد على تمسكنا بأصولنا وبقرانا المهجرة ونطالب بالاعتراف بها دائما نحن بلشنا لا بلشنا نسمع خلص الدربك خلينا نفوت على شوي على الطبيق خلص على الجد على الجد مرحبا أهلا وسهلا فيكم من البلد وعلى البلد خلينا نعود البرنامج مرة هل أنت بتفضل سامل شوي بتضل من فاتي كنت الطباخ أنا على الجنب مرحبا أهلا وسهلا فيكم في برنامج من البلد برنامج طبخ مع المؤدم ربيع هو الشيف نائل زرقاوي منحب نرحب كمان في معانا ضيفة تفضل كمل لا تفضل مرحبا مونة كيوان معانا من أم الفحم هي من الجيل الثالث لمهجري قرية اللجون مرحبا مونة مرحبا يا تيكم العافية رمضان كريم كيف حالك؟ هلا كيف حالكم أنتم؟ إن شاء الله بتنعاد على الجميع بالخير والصحة وهدات البال ونمرأ هاي الفترة اللي احنا موجودين فيها ورمضان كريم إن شاء الله منتأمر رمضان كريم مونة بدنا اليوم نحكي شوي عن قرية اللجون المهجرة تعطينا شوي معلومات بما أنك أنت من الجيل التالي طبعا سيدك وستك من غاد وعمك الكبير من غاد اتهجروا بالـ 48 وانتقلوا على أم الفحم إذا ممكن هيك بس تعطينا معلومات عن اللي صار غاد وشو صار وكيف صار وهل هن دغرع أم الفحم ولا راحوا على محل تاني وبعدين انتقلوا بداية قرية اللجون هي قريبة جغرافيا من مدينة أم الفحم تقع منطقة اللي ما يسمى اليوم منطقة مجدو هاي القرية كل الناس اللي كانوا عايشين فيها هم من أصول فحموية طبعا فبالتالي لما صارت عملية للتهجير غالبيتهم انتقلوا لأم الفحم مش مباشرة انتقلوا لأم الفحم كان الاشي عن طريق القرى أم الفحم اللي قريبة عليها مرورا بقرية زلفة ومن ثم إلى مدينة أم الفحم وكان أنا عمي الكبير يعني بوقتها عمره ست سنوات وسيدة وستة ورجعوا واستقروا هام الفحم على أمل انه عودتهم قريبة بعد أسبوعين ولكن مع الأسف بك هذا اشي حلم يعني انت بتعرف انه بالنسبة للعودة أغلب القرى المهجرين وعدت الناس غاد والعائلات انه خلال أسبوعين راح يرجعوا على بلدين ولسوق الوضع يعني انه محداش رجل حد اليوم تماما انه كيف لما سألت عمي لما شرح لي قال لي انه حتى لما نكلوا أغراضهم ما نكلوش كل الأغراض نكلوا كسم منهن لأنه فكروا انه رح يرجعوا كريبا بس يعني كسم من الأثاث أخذوه وباقي الأثاث ظل في آه أنا 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 بعرف قصص انه الناس عمليا فكرت انه تطلع بقواعيها وبعد أسبوع راح ترجع ومرجعوش عمليا خلوا كل أم لكن بالضبط بالضبط طيب أنا بدي أنتقل لنائل أنا شفتك نائل عم بتخرط طيب هيك الأكل اللي بدنا نعملها ربيع آه الأكل اللي نعملها أكلة سمك يمكن سامع فيها انت أكيد حرامة يسمها حرامة طبعا المفروض انها الأكل تكون جدا بتحرق يعني ولد صغير بنفع الشيوكن بنفع الشيوكن المهم هذه الأكل يا سيد العزيز هي بالأصل الشمال الأفراقية فالبلاد اللي مشهورة فيها هي تونس المغرم لذلك المركب الأساسي المهم في هذه الأكل هي السمك عشان هيك لازم تستعمل سمك فيه دهن سمك فيه دهن نوع السمك اللي عنا اليوم احنا أخذنا مسكار بحر مسكار هو سمك ممتاز لهيك طبخة المفروض انه احنا نبلش الطبخة لحال بندورة مع الفلفل مع البصل ثومي طبعا بعدين منزيد عليه البندورة ونبلشوا ينتبخوا مع بعض بهذا الوقت احنا منسكر السمك منحط شوية حيه منسكرها على المقلة وانا خصوصي خليت الجلد خليت الجلد عليه منسكر السمك ومنكمل طبخ السمك في قلب السوس تاعه تمام 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 أوكي فمونة انت شفت شو بدو يعمل صح بدو يعمل سمك مع سوس البندورة والفلفل اللي بقولولها أكلة الحرايمة بتعرفيها لأكلة الحرايمة اه امي بتعملها بس معي الأسف أنا مش محبي السمك جلد اهمهم بدك україн ليعملها بما اشي تاني غير السمك بدون اعملها منى بدل بدل جيب اشي جاج مثلا بتعملها hanno Plazim طب مونة قرية اللهجون القسم، اللاجون كتير مثير هاد القسم واللام التنتين فيها شدي من وين هاد القسم أجا اللاجون هي بالأساس كلمة مشتبقة من كلمة رومانية اللي هي ليجيو اللي بعدين صارت ليبيون فصار اسمها اللاجون معناها بالعرب هي الفيلق الروماني لأنه زمان كانت قاعدة عسكرية قوية غاد لها كثير جنود فهذا أصل الاسم يعني طبعا صار تغييرات على الاسم خلال فترات التاريخ يعني أكثر من لاجيو أو لاجيون بس بالآخر الاسم النهائي هو اللاجون فهاي واحدة من الأسماء تبعت اللاجون حكتي لي أنه فيه كمان تعريف للاجون غير هاي القصة ممكن يكون لا هي الاختلاف كان دائما بيكون أو بين لاجيون أو لاجيو يعني لما كان مثلا السيطرة للمسلمين على هاي القرية على مر التاريخ طبعا كان الاسم هو لاجون بينما لما اختلف الاشي لناس تانين الاسم تغير من اللاجون للاجيو بس فالاختلاف كان دائما بين لاجيو لبين لاجيو اللي هي بالأخير بتصير لاجون طيب بدأ أرجع لنائل أنا شفتك حطيت البندورة مع الفلايفي طيب ربي احنا حطينا نسل بندورها مع الفلايفي مع البصل مع الزيت مع ثومي ينطبخ شوي بهذا الوقت أنا بلشت أسكر السماك عشان أنقله على السوس ونخليهن ينطبخوا مع بعض السماك لازم أنا أحطه بطحين قبل الأفضل الأفضل أحطه بطحين ممكن بدون إذا الطحين مشكلة بسهول أفضل نحط بطحين بعمل طبقة بزبط بعمل طبقة على السماك ومنفوته على السوس ومنبخ معه بنبخ تمام مونة بدي أسألك على قصص أهل اللجون اللي مرأوا فيها خلال التهجير أو إذا في عندك مثلا قصة ذكرت لك ياتا ستك أو عمك من هديك الفترة تحكي لنا ياتا تشاركينا بقصص شخصية عمليا إحنا التاريخ تقريبا منعرف شو صار الأمور كانت صعبة جدا بالتهجير يعني بيكون حلو إذا في هيك قصة صراحة بذكر ستك بالما تموت كانت تكثيره تقول جملة إنه إذا تسألوني وين حبي أنفن فأنا حبي أنفن بقرية اللجون هي ولا مرة تخلت عن أصلها من هاي القرية عمي لما حكالي لما صارت تهجير كان هو عمره ست أو سبع سنوات شرح لي كيف كان عندهم عربي صغيرة عرب صغيرة اللي لما نكلوا الأثاث عليها حتى ما حطوش كل الأثاث عليها لأنه عن جد كانوا متأمنين أن يرجعوا بعد أسبوعين فما نكلوش كل الأثاث كانت الأشياء الأساسية بس وصارت عملية التهجير طبعا مع أمل كل أمل العودة لهذه القرية والأصلهم لكن مع الأسف الأشياء ما زبطتش مهم إلي كمان أحكي أنه أنا سيد أبوي دفن غاد هو كان من سكان طبعا قرية اللجون وأيام الانتداب البريطاني لما كان فيه منع تجول هو أثر وطلع مع غنم جموعة غنم فالجيش الإنجليزي قتله هو قتل ودفن غاد فهيك كثير في ذكريات للعائلة في هاي القرية يعني مش كثير من حس أنه إحنا بعدنا مرتبطين بهذه الأرض يعني العائلات اللي انتقلت أو هجرت من اللجون هي كل العائلات انتقلت لأم الفحم ولا في عائلات اللي راحت على محلات تاني لأنه في ناس اللي طلعوا على بلاد اللي هي بريت لبلاد مثل على لبنان على سوريا على الأردن كيف أنا فحصت لما حكيت مع كذا حدا أنه ثمانين بالمئة من اللي تهجروا من قرية اللجون راحوا على مدينة أم الفحم أو على قرى أم الفحم اللي هي طبعا عائلات فحموية يعني محميد محاجنة جبارين إغبارية اللي تهجرت من قرية اللجون لأم الفحم الغالبية القصوى كانت قال أم الفحم يعني هان دول العائلات هني لليوم اللي موجودين بأم الفحم طبعا أنا مثلا من عائلة محميد كيوان يعني هجرنا من اللجون لأم الفحم هل أهل البلد عادة بعملوا ذكرى أو بحيوا يوم النكبة بمنطقة اللجون نفسها؟ طبعا يعني بشكل عام ممكن يتم إحياء النكبة أحيانا للمسير اللي بتتم تحديدها في قرية محددة اللي عن طريق لجنة المتابعة أو كذا حسب شو وين وين بتكون المسيرة أما طبعا يعني هي كمان قرية اللجون قريبة جغرافيا جدا على أم الفحم فهي قريبا يعني قريبة كثير دايما بنمرك عنها دايما بنشوفها آه طبعا تمام أنا بدي أرجع على نائل وأشوف شو وين صار طيب هيك إحنا عم نهضر السمك زي ما حكينا الربيع من اللي نعمل له تسكير ونفوته على السوس طاوي يكمل طبيق بهذا الوقت بدي أعمل سلطة هيك تناسب السمك وتناسب الطبخة طاعتنا حطيت فلفل بصل بدي أحط شوية منظورة طاوين بتكون معروف فضل هاي سلطة اللي هي يعني سلطة خريبة كمان ناسب ناسب الطبع طبعا طبعا تقريبا هاي الأشياء اللي بحطت هون هي نفس المكونات تبع السوس اه طبعا ها حلو حطوا هون شوية على جنيب بدي أكثر أرجع لكياته فضل فضل هاي السمكات من صاروا السمكات إسا دفوتها هنا على السوس السوس انت علبة السمكات علبة جزء من هنا وقت الطبخ طبعا قديش بتراوح ولا تعريبا ربع ساعة مع السوس ربع ساعة مع السوس وهيك عمليا هاي بنطبخوا من جوه بنطبخوا اه طبعا بنطبخوا مع الطعمات اللي بدنا مع الطعمات اللي فيها طبعا تمام ممتاز مونة بدي أسألك قبل ما ننهي إحنا البرنامج إذا في معلومات حابة تزيديها على على قرية اللجون وبما إنه إحنا كمان موجودين اليوم بشهر رمضان الفضيل والكريم وموجودين بوضع الحجر بيتي يعني الإشي مش بيدنا إنه نروح ونيجي كيف أجواء العيد راح تكون هاي الفترة؟ صراحة آه الوضع شوي صعب خصوصا إنه شهر رمضان هو شهر اللي بتكثر فيه زيارات العائلية عند الأقارب والإشي فالإشي آه جداً صعب إنه إحنا موجودين بحجر بيتي بس كلنا أمل إنه هاي الفترة تمرك على خير طبعا الأجواء مش طبيعية بطري نقول إنه الأجواء طبيعية فيه الإشي محسوس إنه الأجواء مش زي كل سنة بس فترة راح تمرك يعني إن شاء الله طمرو وإن شاء الله الأمور كلها تتسهل معنا ومنقولك شكراً كتير على المحادثة والمقابلة اللطيفة شكراً لك ورمضان كريم وكل عام وأنتو بخير نائل بتحب تقول إشي؟ كل عام وأنت بألف خير شكراً إليك وإلى اللقاء شكراً معي سلامة شو نائل؟ شو يا ربيع؟ شو الوضع؟ والله يا عم نستنى السمكات عن جد؟ طيب شوف إذا بتنبه أنا عمال بغطي السمك بالسوس انبهت طلع شوية شوية حلو بتنبه كمان حطيت الفلفل وطع كبيرة طيب هاي السلطة انت بديك تزيد عليها إشي؟ هاي السلطة يا ربيع بديك تحط عليها بقدونس ونعنا بتعامل معروف بقدونس ونعنا بندورة حطينا فلفل حطينا خلص بقدونس ونعنا ملح سماء حطيت شحط ملح سماء شوية كمان تعامل معروف شوية كمان وهذا هو؟ هذا هو زيت حطيت زيت حطت شوية زيت هاي صحن مناسب للسلطة هاي صحن مناسب للسلطة هاي صحن مناسب للوجبي هاي ومعناته شوية شوية هاي شوية صحن هاي طعم طعم تكمل شو رأييه؟ خلص كم بده زيت شغلي بس قولي هايزة منزيدها شو هنزيد شوية سلري على السلطة منزيد شوية سلري على السلطة بدك أخد من هيك واحد يعني أسحب هيك واحد هاي ببطة بده ممتاز ممتاز حلو نخلط المعبعين ممتاز 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 اللي بالنسبة إلي هي ناقصة يعني كنت بحب يجي الزيف لهو وتخرف معا نجركوا معنا في الأكل يكون في أخذ وعاطا غير شكل نعم احنا نشكر كل الاضيوف اللي كانوا معنا طبعا اللي أعطوا من وقتهن أن يقعدوا على على السكايب أو على الزوم ويتحدثوا معنا مش مفهوم ضمنا دا أكيد وجد كل الاحترام وبتحس إنه إنه كل الناس وكأنها صارت مع بعض حتى لو كل واحد يعني إحنا بمرحلة يعني جد ربيع إنه بشي مرحلة بتقول طيب يعني قبل شهر كنا ناس من مارس حياتنا العادية بدون أي بدون أي قيود اليوم أنت القيود الموجودة والأشياء اللي مشبرتك تتصرف حسب نظام معين اللي أنت عمرك كله ما تعودتش عليه اليوم موجود من تحت راس شغلي اللي هي هالقد بسيطة جدا بسيطة بس جدا خطرة في نفس الوقت جدا خطري لأنه اليوم أنت لما بتحكي على وباء أنت عم تحكي على إشي اللي هو لا بتشوفه بعينك المجردي ولا بتعرف وين هو موجود هذا خلى الأشياء بناتنا أنا وياك لا نقدر نسلم على بعض لا نقدر نعبط أعلينا هي مشكلة كبيرة بالمشاعر وبالأحسيش بتحس حالك إنك أنت لحالك معرفش إذا لازم يتغير الإشي يعني الرقد اللي كنا نرقده والسرعة اللي كنا عايشين فيها لازم نهد شوي مرات عم بتبه على الفيسبوك بشوف مثلا ناس مصور فيديوهات اللي بتشوف واحد جاي يشوف أهله من من السيارة فاهم شو وأهله على البلكون مثلا أها مش بس هون مش بس طبعا في عالميا عم تحكي عالميا تحكي كمان عني أنا يعني لما أنا اليوم بدي أشوف زي يعني أهلي كبار بالعمر اللي أنا بدي كل الوقت بشقدر أقرب عليهم ولا أربوا علي ولا أسلم عليهم ولا نبعث الأولاد لعندن ولا يجو لعنا تنجبر بنبعيد يعني أنت حكيت على الفيسبوك أنا مرات بحب أقرس ستاتوسات يعني في ستاتوس أنا عجبني اللي هو إله دخل بموضوع الكورونا بـ لا بشهر رمضان بقولك واحد كاتب وحاطت قلب كمان اتحججوا برمضان وصالحوا اللي زعلنين منكم الدنيا مش مستاهلة بس ليش كنت بتحججوا برمضان شو باسودية يعني هو هذا اللي أنا عم بسأله إنه تحججوا برمضان يعني وصالحوا اللي زعلنين منكم الدنيا مش مستاهلة وحاطت قلب أنا بفكر إنه هو هنا بقصد إنه استغلوا شهر رمضان عشان إذا في حدا زعلان منكم أو إنتوا زعلنين من حدا تتصالحوا طبعا إحنا موجودين بشهر تسامة شهر كريم شهر كريم شهر صيام فبفكر إنه هذا راح يقوينا يعني عملية أكيد فشو صار معنا إسا السماكاتي يا جهازات تقريباً غير إسا كمان نطيني دقيقة من حطنا الصحي نطيني دقيقة أحط لك الصحي نحضر لك إياته فش مشكلة وهاي عنا هاي منزيحة لهون هاي الصلطة حدا هون هاي الأكلة ممكن تتغمس ممكن تتاكل بلا تغميس طبعا وممكن كمان اللي حط حده لواحد كوبايت ماء لأنا بتشلفت ايه بتشلفت ايش يقول بتشلفت ايش يقول بتشلوت بتشلوت طيب هيك ربيع بدنا إحنا ناخذ أول إشي شوية من السوس هام شغلي بعرفش كيف كل واحد اللي بحب اللي بحرق بحبش البحرق أنا شخصياً حطيت الفلفل حار في شقف كبيرة عمشان اللي بدوش يقدر يغرب مع إنه السوس بوغض الطعمي طبعاً بس يعني بتعرف إذا بتقول نص مصيبة اللي بدوش بحرق بقدر ما يخدش الفلفل ربيع طبع طبعنا جاهز طبعنا مجاهز شوية شوية بعده ونس شوية نعنع هذا قيم البصل اللي بس نغلب سمحت عشان يصير المنظر حلو أنا ممكن هذا نزيحه لهيك وهذا نحطه هيك والقامرة اللي جاعة بالها تصوروا تصوروا هاي وجبتنا لليوم من برنامج من البلد نتمنى لكم الصحة والعافية صحتين وهنا ورمضان كريم إلى الليكم